اشهد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة وتجارة والسياحة اشهد بالكوادر الوطنية الطموحة التي تعول عليها الحكومة الموقرة الكثير لخدمة مملكة البحرين ورفع اسمها عاليا في مختلف المحافل الاقليمية والدولية جاء ذلك خلال استقبال الزياني لعدد من المخترعين البحرينيين الذين قاموا بتقديم اختراعاتهم المتنوعة حيث اختارت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المخترعين الاربع للعام الجاري 2021 لتعمد الى تكريمهم ومنحهم شهادات تقديرية تزامنا مع احتفال العالم بيوم الملكية الفكرية الذي يصادف السادس والعشرين من شهر ابريل من كل عام ليتوجه سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة نحو التأكيد على التزام الوزارة بدعم الطاقات الشبابية البحرينية والتفاخر بعطاءاتها وقدرتها على تمثيل البحرين عربيا وعالميا واعتبارها شريكة ومساهمة فاعلة في نهضة الاقتصاد الوطني مشددنا الزيان في الوقت ذاته على ضرورة مشاركة الجهات المعنية الحكومية منها والخاصة وابداء حرصها على تقديم المزيد من التسهيلات لضمان تطبيق افكار الشباب البحريني المخترع الامر الذي سيصب في نهاية المطاف في صالح الاقتصاد الوطني بصورة عامة سعدنا اليوم الصراحة بلقاء سعادة الوزير وكان اللقاء بالنسبة لي من افضل لقاءات في مملكة البحرين في الوقت الراهن لتسليط الضوء على الملكية الفكرية طبعا تزامنا مع اليوم العالمي للملكية الفكرية تطرقنا لعدة مواضيع تخدم براءات الاختراع وتخدم ملكية الفكرية في البحرين طبعا نطمح ان تأخذ مقترحاتنا بعين الاعتبار ومتأملين بذن الله بهذا الشيء بحيث ان يكون فيه استراتيجية وطنية للملكية الفكرية في البحرين بحيث تدعم المخترعين وتزيد من عالد براءات الاختراع البحرينية طبعا الاختراع اللي اليوم يبتى معي حق ساعة الوزيرة هو احد اختراعاته الطبية لإعادة تأهيل السق ببساطة هو جهاز يتوفر فيه عدة علاجات أساسية لبعض الإصابات مثل إصابة تبديل مفصل الركبة وتبديل مفصل الفخذ اللي تخلي المريض من بعد العملية يكون شوي عنده مشاكل في الحركة فهذا الجهاز جهاز متنقل يتثبت في سرير المريض ويسمح لبنه يعني يتدرب على أهم العلاجات الأساسية اللي يحتاجها بعد العملية أو بعد مرحلة التأهيل فهذا الجهاز حصت عليه براءات اختراع حصت على تعريف دولي وعالمي كان لقاء يعني قيم ومثمر وإيجابي جدا بحثنا تناولنا كثير من الأمور والمعوقات والمشاكل التي تصادفها المخترعين وأبدأ ساعة الوزير يعني اهتمام كبير في هذه الأمور الاختراع هو جهاز الحجامة الآلي بحثنا أن الشخص يعني بإمكانه أن يقوم بالحجامة شخصيا أو في يعني من خلال عائلته أو بنفسه والجهاز يعني في الأوتوماتيك يقوم بعملية التشطيب والشفط ويعني العملية كاملة عملية الحجامة كاملة